وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا خديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويهيدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقومون نومن ببعضه ونكفر ببعضه ويهيدون أن يتغذوا بين ذلك فديلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يوديهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من الثمان فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أين الله جهرة فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم صاهقة في ظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم فأخذوا البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا كوقفهم الضور بميثاقه وقلنا لهم جهد الباب سيدا وقلنا لهم لا تعدل في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نحظهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقه وقولهم قلوبنا غلف بلطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا ختلنا المكيه عيسى بن مريم رسول الله وما خضلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما خضلوه يقينا فا رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وفلا لهم وبصدهم عن سبيل الله أثيرا وأخذهم الربا وقدموا عنه وأخذهم الربا وقدموا عنه وأفلهم أموال الناس بالباضل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا نليما لكن الغاتعون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من خبرك والمطيمين الصلاة والمؤمنون الزكاة والمؤمنون والمؤمنون كالله واليوم الآخر أولئك سنوتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعطوف والأخبات وعيثة وأيوب ويونس وحارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد خصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نخصصهم عليك وكلم الله مساة كريما رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله خجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفي الله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طيخ جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يصيرا يا أيها الناس خد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المثيه عيثب مريم رسول الله وكلمته ألا إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلا تمنته خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفي بالله وكيلا لن يستنكف المثيه أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المخربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم بجورهم ويزيرهم من فضله وأما الذين سنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا نليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس خد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله وعطصوا به فصيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهدئهم إليه سراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلانة إنهم انحلك ليس له ولده وله أخطن فلها نص ما تركه ويرسها إن لم يقل لها ولده فإن كان نصنفين فلهم الثلثان ما تركه وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ المنسيين يضير الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلا لكم بهيمة لنعام إلا ما يفلي عليكم غير محل الصيد وأنتم حروم إن الله يحقو ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام ولا آمن البيت الحرام يبذرون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حدلتم فصفادوا ولا يدرمنكم شنآل قومنا صدوكم عن المفجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على الجر والتقبع ولا تعاونوا على الإسم والعذوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميثة والدم وأحب الخزير وما أهل لغير الله به والمخنخة والموكوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبوه إلا ما ذكيته وما تبهى على النصج وأن تستقسموا بلا الزلام ذلك حسط اليوم يعيس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأذمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر فيما خمسة غير متجانف الاسم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكن عليكم فقلوا مما أبكن عليكم واذكروا اسم الله عليهم ريع الحباب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من خبكم وإذا آتيتوهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخبار ومن يكفر بإيمان فقد حجظ عمله وهو في الآخلة من القاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر نوجاء حين جنكم من الغائف أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله الذي يجعل عليكم من حلهم ولكن يريد طهلكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واسقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليهم بذات السدور يا أيها الذين آمنوا كونوا خوامين لله شهداء بالقصق ولا يدرمنكم شنآن خوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقربوا للتقبع واتقوا الله إن الله خبيب بما تعملون وعذى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجل عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب البحيم يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ هم خونا يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكلوا منهم ولقد خضى الله ميثا فبني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن خبتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتمهم وأخرطتم الله خرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها لنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فخضى لسواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم خاسية يحركون الكلمة عن موادعه ونسوا حظا مما ذكروا له ولا تزال تضطره على قائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم والصحي من الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبرضاء إلى يوم الخيام وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكرسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ويعطوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه صول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد أخرى الذين قالوا إن الله هو المسيح من مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء خدير وقالت اليهود والنصاري نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنودكم بلنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب خد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقروا ما جاءنا من بشير ولا نذير فخد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء خدير وإذ قال موسى لخوله يا خول نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبئاء وجعلكم ملوكاء وآتيهم ما لم يرتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المخدسة الذي كتب الله لكم ولا تنسجوا على أدباركم ففهم قلبوا خاسرين قالوا يا موسى من فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلوه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا خاعثون قال رب لا أملك إلا نفسي واخي فافرق بيننا وبين الخوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاز على الخوم الفاسقين ود عليهم ما بأبنيان وبالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من الآتخين لإن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أهاد الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه ختل أخيه فختله فأصبح من الخاسرين فبعط الله غرابا يكحس في الأرض ليذيه كيف يواري سوء تأخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تأخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك اكتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسنا وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحييها فكأنما أحيي الناس جميعا ولقد جاءته رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع عيديهم وأرجلهم من خلاف نويهم فو من الأرض وذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخدة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله خفر رحيم يا أيها الذين آمنوا اتق الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفحون إن الذين كفروا لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتروا به من عذاب يوم الخيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب نليم يريدون أن يخفلوا من النار وما هم بخارج منها ولهم عذاب مخيم والسارخ والسارخة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز الحكيم فمن تبع بعد ظلمه وعطلها فإن الله يروض عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعطب من يشاء ويخرج لمن يشاء والله على كل شيء خدير يا أيها الرسول لا يهذنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تهم خلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لخول آخرين لم ياتوا يحرقون الكلمة من بعد مواضعه يقولون أن يؤتيتم هذا فقضوه وإن لم توتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم فتن ياخذوا ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون من السفت فإن جاءوك فحكم بينه أبعرض عنهم وإن تمرد عنهم فلن يضبوك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقصر إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم التورية فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التورية فيها هدى ونور يحكم بها النبيؤون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار لما استخبذوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس وخشعوا ولا تشتعوا بآيات ثمنا خليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاثرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولم فبلن فولئن بالذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدخ به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقضينا على آتده بعيث بن مريم مصدقا لما بين يديه من التورية وآتيناه لإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورية وهدى وموعفة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاتدون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيبنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومدهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلغكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجحكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وعلوحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحدهم أن يفتلك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلمن ما ليهد الله أن يصيبهم ببعض ثلوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون عف حكم الجاهلية يبهون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوخنون يا أيها الذين آمنوا لا تتغذوا اليهود والنصاري أولياء بعضه أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهون إن الله لا يهدي القوم الظالمين فطرى الذين في قلوبهم مرض يسال يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعص الله أن ياتي بالفتح أمر من عنده فيسببوا على ما أسروا في أنفذهم نال يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقتموا إنهم لمعكم حبيط طعمانهم فأصبحوا خاضرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينهم فطوفيات الله بخوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يتيه من يشاء والله آسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويقيمون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزعا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والقفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناريتوا إلى الصلاة اتخذوها هزعا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعطلون قل يا أهل الكتاب هل سنقمون منا إلا أنامنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فازقرون قل هل نبئكم بشر من ذلك مسوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه واجعل منه الخردة والخنازر وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوا خالوا آمنا وقد خلوا بالكفر وهم خد خلقوا بني والله أعلم ما كانوا يكترون وترى كثيرا منهم يسارعون في سوى العدوان وأكلهم السفتة وأكلهم السفتة لذي سما كانوا يعملون لولا ينهيهم الربانين والأحبار عن قولهم إثم وأكلهم السفتة لذي سما كانوا يصنعون وقالت اليهورية الله مرولة غلتينهم ولعنوا بما خالوا بل يلاهم بسوطة ننزل كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وغفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوخدوا نارا للحرب أطفأه الله ويسعون في الأرض فسانا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتخوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولعدخلناهم جنات النعيم ولو أنه أخاموا التورية والنزيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت علهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساعة ما يعبدون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدين قوم الكافرين قل يا أهل الكتاب دستم على شيء حتى تقيم التورية والنزيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تقيانا وكفرا فلا تات على الخوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصاري منامن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا يهدنون لقد خذنا النساح بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوي عنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقدرون وحسبوا أن لا تكون فتلة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عبوا وصموا كثير منهم والله مسير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومعه النار ومعه الظالم من عنسان لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمثن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد دخل من قبله الرسول وأمه سديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم آيات ثم عنظرا يوفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نحا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا وهوى أخا قد ضلوا من قبله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بمريم ذلك بما أعطوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كريم فعلوه لبيث ما كانوا يفعلون فلا كثيرا منهم يتولون للذين كفروا لبيث ما قدمت لهم أنفسهم أن تخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاتقون لتجدن أشد الموتا للذين عار والذين احركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين خالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم خسيثين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع إما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نهل بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع الخوم الصالحين فعذابهم الله بما خالوا جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحضل الله لكم ولا تعذبوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رسخكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم لأيمان ولكن يواخذكم بما عقدتم لأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسرهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من ذلك كفارت أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخبر والميسر والانصاب والأذلام ريس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخبر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن السلاح فهلنتم منتهون وأطيعوا الله أعطيه الرسول واحذروا فإن توليكم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتخوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتخوا آمنوا ثم اتخوا أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتلي بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن ختله منكم متعمدا فجزاء مثل ما ختل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالخلطة أو كفالة طعام مساكين أو عدل ذلك ثياما ليذوق وبالع مره عفى الله عما سلفأ ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيالة وحرم عليكم صيد البر ما دلتم حرما واتقوا الله الذي إليه ترشعون جعل الله الكعبة تلقيه الحرام قياما للنات واشهد الحرام والهدي والخلائم ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد الإقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا القلاء والله يعلم ما تنبون وما تكتنون قل لا يستم الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي للباب لعلكم تطيحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شياء إن تبذلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبذلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد فألها قوم من قبلكم ثم أطبهوا بها كافرين ما جعل لهم بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعطيون وإذا أخذ لهم تعالى إلى ما أنسل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا احتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموضحين الوصية اثنان دواعد منكم أواخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فعصابتهم مصيبة الموت فاحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشفر به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أخر على أنهما استهقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أهق من شهادتهما ومعقدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد عيمانهم بعد عيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي الخوم الفاتقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم خالوا لا عيم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ يدتك بروحي القدس تكلم الناس في المهج وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتورية والإنجيل وإذ تخلق من الظين كهيئة الطير بإذن فتنفق فيها فتكون طائرا بإذن وتفلئ لكمها والأبرس بإذن وإذ تخرج الموتى بإذن وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فخال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين